لك كيف بياخدوا امي وبيحبسوها عندهم بالمحل اه؟ ليش تركتيها لحالة وليك ليش؟ حبيبي بليز ضول بالك شوي ما بيصير هيك بعدين احمد ربك انه ما اخدواه على المخفر بعد اللي ساوته كيف بتطلع من المحل وهي لابس الاتياب اللي ما دفعنا حقه لسه اكيد شفقوا عليها مشان هيك باش تقول الشرطة لك والله ما انا قادران افهم والله رحجن لك امي انا ليش لحتى تسرق؟ انا بشو مصر معها ليش هيك بده تفضحني؟ ما بعرف والله بس اذا بدك رأيي حبيبي بيجوز امك بلشت تخرف عن جد هيك بيبلش الزهايمر لك بتكون قاعدة وعم تحكي بحديث وفجأة متنسى وترجع تسألني عنه بعدين فاهميني انت وين كنتي وقتها؟ اه؟ ليش تركتيها لحالة ورحتي؟ لا حياتي كم مرة انا بدي اشرح لك لصلاح تتفهم علي رحت على محل الاحزية مش عالشتري لك اندرى لامك وبعدين ما رأيت مشان جيب برواز للصورة تبعي ولما رجعت على المحل ما كانت عنده يعني تركتيها وبلشت تتفتلي بالسوء ما هيك؟ وانا شو بيعرفني لو اي؟ قلني شو؟ بس انت بدك تحط الحق علي وخلاص لو كنت عرفاني هيك رح يصير كنت ركتها يعني؟ بعدين شو زنبي اتصلت على موبايلة مسكر قلت بتكو خلصت ورجعت على البيت لهك حملت حالي ورجعت لهون طالما رجعتي وما لقيت يا ليش ما اتصلت فيني؟ ما لقيت عليها يعني؟ لا عن جد هيك كتير حبيبي هلأ طلع الحق علي؟ هيا اللي سرقت لتياب ولا أنا اللي سرقتهم؟ لك ما عم صدق انه امي عم تسروق ما عم بستوعب اللي صار لما فتت لهونيك وشفتهم كيف ما قاعدينه بغرفة الحرس حسيت حالي رح اختلي من القهر خلاص شيري روح شوي حاجة دايق حالك لك أصلا كل نجمات هوليود عم يسرقوا عم يسرقوا كل شي وبس لتسيا وبتمسكون الشرطة وبينفضحوا قدام كل الصحافة صدقني الله يصلحك يا مرت عم روح يشوفي ابنك لؤي والله يجانن على الآخير كل ما رح يشوفو الشك رح يتدايق من الموضوع وكل ما يتطلع فيك رح يتذكر القصة ويزعل بتعرفي شو عم فكير شو رأيك مرت عم وترجعي بكرة الصباح حضاعة بس لحتى ينسلوا أيها القصة وبعدين بترجعي مرة تانية ماشي لقيت أحجة مشان تقلعيني من بيتك مو هيك الله يسامحك أنا عم بحكي هيكر مالك تركيني من هالحكي وقليلي ليش تركتيني لحالي بهداك المحل وهربتي فورا كم مرة بتيعيد القصة رحت لمحل الأحزياء ومنهنيك اطلع في شام بروز الصورة تبعي ورجعت ومالقيتك طلعي طلع كتير حلوة ما هيك بنتي هالحركات تبعك ما بتمرؤ علي طلعي بعيوني وحكيلي لشوف شو شايفتيني جدبة شو قصدك مرت عم ومارتي ما أنا منيحة علي المرة اللي بتخون جوزة مرة ما بتستاهل الرحمة أبدا لأنه لا رب العالمين رح يسامحها ولا أنا هالشو عم تلمحي مرت عمو لا حبيبة قلبي ما عم لمحلك عشيك وينك عم بحكي بوشك بقى ديري بالك مفهوم اشتركوا في القناة